اهلا وسهلا بكم جميعا في قناة كل يوم منحا معاكم منال بوجنير واليوم في فيديو جديد فيديو اليوم إن شاء الله سوف يكون خصيصا للأشخاص الذين يبحثون اما عن تدريب خلال هذا الصيف او الاشخاص الذين يبحثون عن فرص عمل برواتب جيدة طيب قبل ان نبدأ في التفاصيل فقط اشارة الى الفرص التي تم عرضها خلال هذا الاسبوع وهما فرصتين فرصة الاولى هي الفرصة الاولى هي منحة دراسية مقدمة من طرف دولة ماليزيا وهي لدرجة الماجستير وفعليا منحة ممتازة جدا وبها مميزات هائلة والفرصة الثانية وهي كانت حضور مؤتمر ممول بالكامل بدولة هولندا من خلال قناة كل يوم منحة كل اسبوع نعرض حوالي ثلاث فرص ونحاول ان يكون في تميز في الفرص الثلاث فيها ملح دراسية فيها حضور مؤتمرات فيها فرص تدريب عمل ايضا يكون في فيديوهات قصيرة شورت نتحدث فيها عن مواضيع اخرى فبالتالي نحاول ان يكون المان بكل الجوانب بالنسبة لموضوع اليوم وهو تدريب صيفي في سنة الفين واثنين وعشرين مقدم من شركة ابل شركة ابل اكيد اكيد غنية عن التعريف هي شركة كبيرة جدا من اكبر والشركات العالمية وموقعها بالولايات المتحدة الامريكية بكاليفورنيا تحديدا ويعمل بها اكثر من مية واربعين الف شخص وهذا ما كان تم من خلال احصائيات لسنة الفين واثنين وعشرين وايضا لديها مبيعات هائلة جدا خلال كل سنة هذه الشركة ابل العالمية تقوم بعرض فرص اكثر من رائعة لكل شخص يبحث عن عمل او تدريب بدون اي متطلبات معقدة او بدون مثلا شروط وحدود جغرافية وغير ذلك لا التقديم متاح للجميع مهما كانت جنسيتك متاح لك التقديم والرواتب فعلا رواتب جيدة هي اصبحت شركة ابل مثل منصة للبحث واجات فرص عمل في دول عديدة جدا وكلها دول متقدمة وايضا هذه الفرص فهي متاحة سواء كنت طالب جامعي حاليا او خريج واذا كنت طالب جامعي لا يهم ان كنت باكالوريوس ماجستير او دكتوراه وهذا التدريب يسمى ابل سامر انترشيب طيب بالنسبة لشركة ابل هي تعرض فرص عمل وفرص تدريب اليوم سوف نتحدث فقط عن كيف نبحث عن التدريب وبنفس الطريقة يمكنك البحث عن فرص العمل وهي اكيد تكون مدفوعة الاجر والصراحة الرواتب فعلا فعلا ممتازة جدا حتى طريقة التقديم كلها اونلاين ويمكن الاتمام عالية التقديم في اقل من 15 دقيقة يعني ربع ساعة طيب ندخل للتفاصيل بالنسبة للتدريب كما قلنا هو من مؤسسة او الشركة العالمية ابل متاح لجميع الطلاب الدوليين مهما كانت درجتك الاكاديمية كنت طالب او كنت خريج بكالوريوس ماجستير او دكتورا ايضا بالنسبة للبلد الذي سوف يتم فيه التدريب او العمل هي دول عديدة جدا سوف نتعرف عليها بعد قليل بالنسبة للتمويل هو فعلا صراحة ممتاز 38 دولار للساعة اي بما يعادل 6700 دولار شهريا فهذا فعليا مبلغ يعني كافي جدا سواء كنت تدريب او عمل انك تحصل عليه في احد الدول المتقدمة حتى وان كانت في هذه الدول المعيشة غالية الا وان هذا المبلغ يبقى صراحة مبلغ اكثر من كافي بالنسبة لفترة التدريب هي من 4 الى 6 اشهر والعمل اكيد يتم تحديد المدة من خلال الشركة نحن نتحدث عن التدريب اما بالنسبة لاخر موعد للتقديم وهذا ايضا احسن خبر صراحة انه لا يوجد موعد نهائي ويمكنك التقديم في اي وقت على مدار السنة صراحة بالنسبة لفرص التدريب انا افضل ان يكون دائما من طرف الشركات الكبرى مثل المرة السابقة عندما عرضنا فرص التدريب سيرن من طرف سويسرا ايضا من منظمة كبيرة جدا في سويسرا ايضا بالنسبة للعمل تحت منظمة تيسلا وهي ايضا من منظمات الكبيرة للحصول على تدريب ففعليا بالنسبة للحصول على تدريب كطالب او خريج الافضل ان تبحث عن هذه الشركات او المنظمات الكبيرة لانها فعليا تعطي مبالغ كبيرة والاكثر ان هذه الفرص لا تكون معروفة بشكل كبير جدا بمعنى لا تكون تنافسية بشكل يعني قوي ففرصتك في التقديم والقبول كبيرة جدا بالنسبة للمميزات طيب اول شيء كما ذكرنا قبل قليل هي 38 دولار في الساعة واللي ربما ممكن توصل خلال الشهر 6700 وممكن تتجاوزها سوف نتعرف عن ذلك كيف فرصة للعمل في مجموعة واسعة من المشاريع يكون فيه ورش عمل ومحاضرات العمل تحت المهنيين فرصة لبناء الشبكات شهادة اتمام التدريب ولا تحتاج لأي شهادة لغة وهنا الملاحظة الممتازة أنك سوف تحصل على مكافآت إذا قمت بالعمل لأكثر من 40 ساعة في الأسبوع وسيتم مضاعفة الأجر إذا قمت بالعمل لأكثر من 60 ساعة أسبوعيا أما بالنسبة للتخصصات فهذه هي لائحة التخصصات لدينا تخصصات مختلفة من بينها الانفارمينت من بينها الفينانس الليغل الانجينيري الماركتين بيزنس ميوزيك فيلم تخصصات عديدة وفيه إلى آخر بمعنى فيه لائحة تخصصات أخرى بالنسبة للدول المتاح فيها العمل أو التدريب هذه هي لائحة الدول وكلها الدول يعني في مدن مدن كبيرة بدول متقدمة مثلا ميونيخ لندن دبي باريس وغيرها من الدول الأوراق المطلوبة كلها بسيطة تحتاج سيرة ذاتية تكون بلغة إنجليزية والصيغة تكون صراحة صيغة جيدة رسائل توصية وكافر ليتر رسائل توصية وكافر ليتر ليس بشكل إلزامي ولكن أنا دائما أريد أي شخص يقدم على أي فرصة يتم عرضه من خلال قناة كل يوم منها إنه تقديمه يكون تقديم متميز يعني حتى وإن كانت أوراق إضافية تقوم بإرسالها حتى يكون طلبك فعلا طلب فريد من نوعه أيضا يمكنك التقديم للحصول على فرصة كما قلنا في أي وقت على مدار العام هنا وضعت لكم طريقة التقديم خطوة بخطوة مع الروابط لأي شخص مثلا لم يشاهد الفيديو إلى النهاية فهنا في طريقة التقديم طيب بالنسبة لنا نحن في الفيديو سوف نشرح كل شيء ولكن قبل ذلك أريد إشارة فقط أنك إذا تريد أو ليست لديك الخبرة الكافية للتقديم على هذه الفرص وليست لديك الخبرة الكافية للقيام بكافر ليتر ورسائل توصية وسي في سيرة ذاتية يمكنك التواصل معنا وما الاستمارة التقديم من خلالنا وهذا هو رابط الاستمارة وهذه الاستمارة كل ما فيها أسئلة بسيطة جدا وسوف نتواصل معك خلال يومين أو ثلاثة أيام من أجل مناقشة التفاصيل والتقديم لك على هذه التدريب وفرص العمل أما بالنسبة لطريقة التقديم فسوف نذهب إلى الموقع وهو الموقع من هنا أو هذا الموقع الرسمي عندما تفتح الموقع الرسمي يوجد عليه لائحة فرص العمل والتدريب طيب إذا أنا أريد فقط خانة التدريب الخاصة بالطلاب والخارجين أذهب إلى الفلتر اللي هو يكون مثل التصفية يعني تضغط على كلمة تيمس وبعد ذلك تضغط على إنترنشيبس فهنا موجود جميع الأشياء يعني أو المجالات أو شيء يعني بالنسبة لفرص عمل أو تدريب فتضغط على ستودينت وفي إنترنشيبس هذا هو الجزء الخاص بالتدريبات وتضغط على أبلاي فيلترز وبعد ذلك يظهر لك جميع الفرص الخاصة بالتدريب كل فرصة مع المجال تاريخ وأيضا الدولة المقدم فيها هذا التدريب وهذه هي لائحة الدول والفرص في فرص مختلفة مثلا فبالتالي مثلا إذا أنا أريد وجدت فرصة بها تخصصي أهم شيء فقط ركز على التخصص لأن التخصص هو بعد الجهة المانحة أو الشركة تقوم بقراءة سيرة ذاتية أول شيء يتم الانتباه إليه هو تخصصك ومجالك إذا مجالك هو هذا المجال الذي تطلبه الشركة قدم على الفرصة إذا ليس المجال لا تضيع وقتك فمثلا نريد قراءة التفاصيل نضغط على هذه العلامة X أو Plus فبالتالي يظهر لنا أنه عدد الساعة بشكل أسبوعي هو 40 وهذه هي التفاصيل الخاصة بالعمل بعد ذلك عندما أقرأ كل شيء أضغط على Submit Resume Submit Resume بمعنى هو إرسال السيرة الذاتية الخاصة به أول شيء قبل أن أنسى يجب القيام بعمل تسجيل على الموقع من خلال Sign In Sign In بكل سهولة أنك تقوم بوضع بيانتك الشخصية من اسم العائلة والاسم الشخصي وبلدك ورقم الهاتف والإيميل ويصلك رسالة تأكيد على الإيميل ورسالة تأكيد على رقم الهاتف وبعد ذلك يتم التسجيل بكل سهولة طيب أول شيء وأول خطوة لدينا ثلاث خطوات أول خطوة هي قم بتحميل السيرة الذاتية الخاصة بك ومن خلال تقوم بإرفاقها من خلال الضغط على كلمة Touch File بعد ذلك أو تقوم بالتقديم بشكل مباشر من خلال موقع كدئين بعد ذلك في Optional Information أنك تقوم بإرفاق كما قلت قبل قليل أنها ليست أوراق إلزامية فهي Optional يعني اختيارية ولكن يفضل أكيد إرفاقها مثل الكافر ليتر والبورتفوليو لينك والليترزوف ريكمونديشن فعندما تقوم بإضافة أي فايل يضغط لك هنا مثلا تشوز كاتيجوري يعني هذا الفايل الذي قمت بإضافته هل هو بورتفوليو ولا بيتنس ولا لينكدين بروفايل ولا بروفيشنال ميديا ولا آذر هذا إذا سوف تضع مثلا ويب أدرس إذا سوف تضع مثلا فايل خاص بمثلا أي شيء يضغط لك هنا تشوز كاتيجوري ما هذا الفايل الذي قمت بتحميلي هل هو سيرة ذاتية كافر ليتر ترانسكريبت بورتفوليو رايتين سيمبل سيرتيفيكيشن ليتر فريكمونديشن أو آذر فهذا صراحة شيء ماذا ممتاز جدا أنه يكون في توضيح لكل وثيقة ما محتوى كل وثيقة بعد ذلك أنا نسيت وضع السيرة الذاتية بعد ذلك نضغط على هنا use my new resume to update my profile و continue طيب هنا self disclosure فتضع يعني الجنس male ولا female continue هنا معلوماتك الشخصية من بينها الإسم الإسم الشخصي الإسم العائلي ما هو الرقم الهاتف البلد الإقامة الجهة تابع لها بلد الإقامة تضع هنا يقول أنك CV الذي قمت بتحميله هو هذا الملف إذا تريد التعديل تضغط على edit linkedin profile يفضل إضافة linkedin profile من خلال الضغط على edit supporting files يعني الأوراق الداعمة التي قمت بوضعها self disclosure قمنا بوضعه قبل قليل وفقط هذا كل شيء وبعد ذلك تضغط على submit أول ما تضغط على submit يتم وصول إشعار على الهاتف على الإيميل أنك قمت بالتقديم على فرصة تدريب أو عمل من خلال شركة أبل فهذه هي طريقة البحث عن أي فرصة تدريب أو عمل من خلال شركة أبل صراحة رواتب ممتازة جدا ليس عليها تنافس كبير مثل المواقع الأخرى التي نعرف لفرص العمل إذا أنت مهتم بالحصول على تدريب حاليا سواء كنت تحضر لشهادة الماجستير يعني بالنسبة للطلاب يحتاجون إلى تدريب عملية من أجل القيام بمشروع التخرج أو الرسالة فبالتالي هذه الفرص مناسبة لكم جدا جدا صراحة واستغلوا هذه الفرص ما دمنا في فترة الصيف فهناك متسع من الوقت تكون فرصة صفر ولقاء مع أصحاب خبرة وأيضا تكون شهادة الحصول على شهادة واحتمالية العمل معهم بعد الانتهاء من التدريب يعني فرص فعليا ممتازة جدا جدا لا تأخذ من وقتك حتى عشر دقائق خلال في التقديم ولكن إذا أنت ليس لديك أوراق جاهزة للتقديم مثل سيرة ذاتية وكوفر ليتر وموتيفيشن وكل هذه التفاصيل يمكنك التواصل معنا من خلال ملأ هذه الاستمارة وعليها أسئلة بسيطة جدا سوف نتواصل معك ونقوم بإنجاز كل شيء لك وتقديم لك على الفرص أيضا هذا كان فيديو اليوم شكرا جزيلا لكم على مشاهدة الفيديو للنهاية ألقاكم غدا في اللايب بإذن الله وسوف أطرح عليكم الموضوع غدا صباحا إن شاء الله فقط من أجل معرفة ما موضوع اللايب شكرا جزيلا وإذا لديكم أي استفسارات لا تنسوا ترك تعليقات إلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة